و أيضا نتأمل في هذا الأمر كيف أن الله سبحانه وتعالى لما يقص علينا هذه القصة يقص علينا كرامات و أمور جميلة جدا مع هذ أولئك الفتية يعني لو سألتكم تأمل هذا الأمر لما كانوا في الغار كم كرامة وقعت لهم لما كانوا في الغار كم كرامة و أمر كريم جدا الله سبحانه وتعالى أحباهم به و أوهابهم إياه من ذلك أولا أخفى أمرهم هل استطاع أحد أن يعرف أين هم؟ ما في أحد أبدا و يا سبحانه نحن ما نتكلم ترى على أمور يعني هم هاجروا من قارة إلى قارة أبدا خرجوا على يعني أرجلهم فذهبوا إلى الغابة كما تقول الروايات و كان معهم راعي آمن معهم و كان معهم كلب أجلكم الله و دخلوا إلى الكهف انزوى أمرهم من غيب حالهم عن الناس لمدة كم؟ ما يقارب من ثلاثة قرون ثلاثمائة سنة و زاته تسعة الله سبحانه وتعالى كرامة الأولى أيضا لما كانوا في الغار و كلبهم باسطوا انذراعيه بماذا؟ بالوسيد أي في الخارج كأنه أفن على هذه الحركة كأن الكلب حي كما تقول بعض الروايات فلربما يأتي إنسان و يخاف و يبتعد حتى الكلب أجرى عليه الله أمرا للفتية و هم في الغار نقلب و هم ذات اليمين و ذات الشمال و سبحان الله الآن يكتشفون لنا من الإعجاز أن هذا رعاية لهم رعايتهم حتى ماذا؟ لا يؤثر عليهم و يتحرك الإنسان كما يقول بعض العلماء و ماذا؟ إذا لو طلعت عليهم ماذا؟ لو وليت منهم فرارا أعينهم كأنه ماذا مفتحة مع أنه ماذا رقود و كنا أيضا في الزمان الماضي لما كنا في الابتداء المدرس كان يقص علينا القصة يقول لما قاموا من النوم كانت ماذا أشكاء لهم ماذا متغيرة اللحة طويلة و الأظفار و كذا و هل هذا صحيح؟ أبدا أبدا لما قاموا من النوم قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو ماذا؟ بعض يوم قالوا أنهم دخلوا في الغدات قيل أنهم و قيل أنهم ناموا في الغدات أول الصباح قاموا متى؟ بعد ذلك بعد مئات السنوات آخر العصر فأنت لما تعرف متى نمت و قمت العصر ش تقول عن نفسك؟ كم نوم أنا نايم؟ ست سبع ساعات صحي أم لا؟ فهل وجدوا أي تغير فيهم؟ أبدا كما لو أنني نائم جنب شيخنا يعني و قمنا بعد أربع ساعات ما يتغير فينا شيء بالظاهر علينا و هذا من الإعجاز و من البلاقة و حتى الشمس كانت تزاور حتى لا تصيبهم بماذا؟ بحرارة و تقرضهم ذات اليمين و ذات الشمس و حتى ماذا؟ تعطيهم شيء من الدفء و من الحرارة لتنشط أجسامهم كرامات و هذا هل الكرامة الآن فقط في الزمن الماضي لا موجودة الآن؟ و طبعا المسلم ما يسعى للكرامة إنما يسعى للاستقامة و تأتيه الكرامة بعد ذلك إذن هذه القصة الأولى ثم الله بعثهم و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا قضية رئيسية مهمة أن وعد الله حق أن البعث بعد الموت ماذا؟ ممكن متحقق و تجدون أكثر آيات القرآن تدل على هذا الأمر الذي كان ينكره من؟ كفار مكة إنه يلا حياتنا الدنيا ما موت و أنا ما كفي ما في شيث عني أبدا فإذا قصة عظيمة جدا